رفع معدل استثمار القطاع الخاص نحو بلوغه الثلثة إجماري الاستثمار الوطني بحلول عام 2035 هدف كان محور اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع ميثاق الاستثمار الجديد تبادلنا النقاش حول التوجهات الكبرى للميثاق الجديد بإشراك القطاع الخاص في التنزيل الفعال لهذا المشروع على أرض الواقع مع تحديد تواريخ مضبوطة لذلك خلال الأسابيع المقبلة الاقتصاد دينا في حاجة لإقلاع جديد بعد سنتين من العزمة ولكن كثر من ذلك لأننا وحد الطموح وحد الرؤية واضحة للقطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني بلغ رئاسة الحكومة أوضح أن هذا الاجتماع يهدف إلى ضمان انخيرات الفاعلية من الاقتصاديين والبنكيين في تشجيع الاستثمار إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار اللقاء شكل فرصة لتقديم الخطوط العرضة والمحاور الرئيسية الموجهة لهذا الميثاق الاستثماري المستقبلي من أجل إنعاش وإعطاء دفعة لمبادرة القطاع الخاص والاستثمار الميثاق الجديد سيمكن من تحرير طاقات استثمار القطاع الخاص كما سيمكن من أن يصبح ذا أهمية أكبر وذلك في إطار الرؤية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة دعا كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الانخراط في هذه الدينامية عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد ترجمة نانسي قنقر